لقي القيادي الحوثي المدعو محمد يحيى الحوري أبو علي المعين من الميليشيات أركان محور الدريهمي ومسؤول التعبئة للميليشيات الحوثية في مديريات الحديدة مصرعه على أيدي القوات المشتركة في مديريات الدريهمي وذكرت مصادر مطلعة أن الحوري لقي مصرعه في الهجوم المضاد الذي شنته القوات المشتركة على مناطق سيطرة الميليشيات في الدريهمي وأكدت المصادر أن القياد الحوثي الحوري قتل مع عدد من مرافقه في الاشتباكات بين قوات العمالقة ومجاميع مسلحة حوثية في دوريهمي وتكبدت فيها الملاشيات عشرات القتلى والجرحة وفر من بقي منهم إلى مناطق بعيدة محملين بالخسائر والانكسار ويعد الحوري ثاني قياد حوثي لقي مصرعه في الساحل الغربي في أسبوع بعد مصرع القيادي الحوثي شيخ الدين أبو النور قائد المجامع المسلحة الحوثية شمال جبهة حيسة والذي تم تعينه خلفا القيادي الحوثي الذي قتل قبله بثلاثة أيام المدعو أبو حسين الكبسي